هكذا عبر العراقيون في بغداد عن أرائهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الماضي انتخابات يراها كثيرون لا تعبر إلا عن قلة من الفاسدين والمنتفعين وبعض المخدوعين بشعارة زائفة عن الوطنية والديمقراطية ومحاربة الفاسدين يعني 15 سنة هذا السيناريو كل 4 سنوات يعيدوا علينا العالم ملت يعني حتى لو تروح تنتخب وحتى لو تروح تسوي والله ما عندي ثقاب الحكومة كمواطن عراقي حتى لو راح انتخب غير أسماء وغير وجوه جديدة من يقول هم هم شو باقين هم نفسهم باقين هيا سألهم 15 سنة يعني ما عقوله ما حد خسر من عندهم له الموضوع الظاهر شاء الله تخواطر فشل الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وفسادها وفقدان الأمل في تغيير حقيقي يقضي على الفساد والاستبداد والطائفية دفع نسبة كبيرة من العراقيين إلى العزوف عن التصويت في هذه الانتخابات بسبب فشل الأحزاب السياسية بدارة البلد وبسبب قوانين السانتلو اللي يفصل على هواء الأحزاب السياسية اللي ما تعطي فرصة للأحزاب الناشئة الجديدة فبالتأكيد الناس تعزف لأن بهذا الشي رح تبقى نفسها الأحزاب مفوضية الانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 44% ممن يحق لهم التصويت وهي نسبة يبدو واضحا عدم واقعيتها في ظل ما أكده مراقبون بريطانيون للعملية الانتخابية من أن النسبة لم تتجاوز 19% الأمر الذي أكده أهالي بغداد الذين أكدوا أن عدم وفاء العباد بوعوده بشأن محاربة الفساد ورغم الجدل الدائر بشأن النتائج ومطالبة بعض الكتل بإلغائها إلا أن ما جرى أثبت من جديد أنه لا بد من إعادة النظر في جدوى العملية السياسية القائمة وأنه لا بد من صياغة مشروع جديد يجمع العراقين على أساس وطني يبتعد كل البعد عن مخرجات الاحتلال من محاصصة وطائفية